اشتركوا في القناة اصدار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ومجالات تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المشترك على كافة المستويات والارتقاء بها الى مستويات اشمل بما يلب الاهداف والمصالح المشتركة بحث الجانبان مستجدات الاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط والحرب في قطاع غزة وتأثيراتها على السكان المدنيين وظروفهم الحياتية وتداعياتها على السلم والامن والاستقرار الاقليمي والجهود الاقليمية والدولية التي تبذل لوقف اطلاق النار ومنع التصعيد وتخفيف حدة التوتر للحيلولة دون توسع الحرب وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية لسكان القطاع وتعزيز جهود احلال السلام العادل والدائم لصالح جميع شعوب المنطقة تم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل في ظل الظروف والتحديات الامنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود احلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة